هو يوم للتاريخ بالنسبة للكرة الإفريقية والعربية يوم انتظرته الجماهير منذ سنوات طويلة منتخب عربي إفريقي مسلم يصل إلى الدور النصف النهائي من المونديال مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي اليوم على أرضية ملعب البيت بداية من الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي الساعة الحادي عشر ليلا بتوقيت الإمارات ستكون بالنسبة لكل الجماهير العربية مباراة للتاريخ مباراة لإنجاز قد يكون الأفضل منذ زمن طويل جدا بالنسبة لكرة القدم العربية والإفريقية تصريحات السيد وليد الرقريقي مدرب المنتخب المغربي أمس كانت وسط تفاؤل كبير الحديث أكثر حول المباراة المنتظرة بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي سعيد جدا أن يكون معي واحد من الإعلاميين المغاربة الموجودين اليوم السيد عنتر سعيد جدا بالحديث معك أعتقد مباراة للتاريخ بين المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي سعيد بحضوري معكم نعم كما أشرته مباراة للتاريخ الشعب المغربي والعربي والإسلامي جميع الدول الإفراقية كيتناه هذا اليوم كيتناه بفارق الصبر هذا كثر من الحلم اللي كنعيشوه كما أشار وليد الرقريقي لازم نتعاملوا بواقعية لازم نخليوا حدودنا معانا لازم نحيدوا العقاد من حقنا الحلم هو شيء مجاني من حقنا نحلمه لماذا لن نفسوا هذه الفرق الأوروبية وهذه الفرق اللاتينية باش نفوزوا بهذا الكاس المغرب الحين وليك يلعب واقعية وليك يلعب بنهش تكتيكي صارم كيف الدول الأوروبية عدنا جميع الحضور دينا باش نمروا لهذا الفينال ولماذا لا تحقيقة اللاقب ونهديوا الجميع المغاربة والدول العربية والإسلامية والإفريقية أستاذ أنتر عبدالواريث باعتبارك إعلامي مغربي وعربي الأمس في المؤتمر الصحفي للسيد وليد الرقراغي كان هناك تواجد لبعض وسائل الإعلام الفرنسية والصحفيين وغيرهم شاهدنا ربما في بعض الأسئلة وكأنه استفزاز غير مباشر للكرة العربية والإفريقية من طرف بعض وسائل الإعلام الفرنسية كيف تقرؤون ذلك إعلاميا؟ أنا كنت قرأوا كأنه تخوف لأنه عندما يكون عندك تخوف قد تستفز أشكرين الإخوان الصحفي العرب والمغاربة لم تدخلوش في هذه الاستفزازات مباراة اليوم هي اللي غير تكون الفاصل مباراة اليوم هي اللي غير تكون الجواب والجواب غير يكون في الملعب كما أشار وليد في المؤتمر الصحفي الباريحة بأن أهم شيء وأهم رسالة توجهها في الملعب إن شاء الله اللاعبين مستعدين كما أشار مئتين بالمئة والجواب إن شاء الله والجواب على هذه الاستفزازات سيكون في الملعب إن شاء الله أنا جد متفائل إن شاء الله بأن أنا غير مره لهذا الفاينال وسيكون تاريخي وتاريخي جدا وهذا ما نتمنى خاصة وسط الحضور العربي والجماهير الكبير الذي سيكون في المباراة إن شاء الله الحضور الجماهيري سيكون حضور غفير هناك تقريبا عشرين ألف مغربي سيوصلوا ووصلوا اليوم للدوحة زيادة عن ذلك الحضور العربي المميز من الأشقاء الجزائريين التونسيين العرب السعودين من جميع أنحاء الدول العربية هذا سيزيد غير حافظ لدي اللاعبين وكأننا كنلعبوا في الدار البيضاء أو الريباط أو مدينة مغربية وما كنلعبوش في بلاد بعيدة علينا بسبعة ساعات بالطائر الإعلام المغربي المميز عن ترى عبد الواريث شكرا جزيلا لك بالتوفيق لكورتين العربية والمغربية شكرا جزيلا لكم إن شاء الله بتوفيق إذن كانت هذه هي القراءة الإعلامية للموعد المنتظر التاريخي بالنسبة لكورتين العربية والمغاربية بالنسبة لهذا اللقاء بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي على أرضية ملعب البيت نصف نهائي تاريخي سيكون من دون شك في انتظار ملحمة كراوية جديدة من طرفي المنتخب المغربي بعدما حقق نتائج كبيرة جدا في هذا المونديال ضد المنتخبات الأوروبية تعادل ضد كرواتيا فاز على بلجيكا فاز على إسبانيا تأهل كذلك على حساب المنتخب البرتغالي حاليا يواجه لخامس مرة في هذا المونديال منتخبا أوروبيا الأمر يتعلق بحميل اللقب المنتخب الفرنسي